تصريحات الرئيس الأوكراني فوليدمير زيلنسكي مستمرة قبل قليل استمعنا إلى تصريحات يتحدث فيها عن رفع دعوة ضد روسيا في محكمة العدل الدولية أيضا كان هناك تصريحات له يقول فيها أن القوات الروسية تخطط لشن هجمات أعنف على المدن الأوكرانية متهما الجيش الروسي بارتكاب أعمال إبادة جماعية وبقصف كل شيء بما فيها البنى التحتية في البلاد والمنشآت المدنية ورياض الأطفال وحتى سيارات الإسعاف قال زيلنسكي أن الليلة الماضية كانت أكثر وحشية على أوكرانيا اليوم اتخذوا قرارا لشن هجمات على مستوى أعلى وكانت الأعنف منذ بدء الهجوم إنهم يقصفون كل شيء المباني السكنية ورياض الأطفال وحتى سيارات الإسعاف لم يتركوا شيئا لم يهاجموه لقد قصفوا بصواريخ أحياء سكنية لم تكن أبدا منشآت عسكرية ترجمة نانسي قنقر